السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 هذا خاطئ وحجتي ودليلي في هذه المسألة أن الشركات العظمى التي تنتج أعمالا يعني عظيمة مثل ديزني مثل هناك الكثير من الشركات يعني مثلا هناك شركة تنتج اليونيكورن الفتيات يعني الفتيات الصغيرات مثلا كتب تلوين إلى آخره هذه الشركات ماذا تقوم؟ تقوم بأمل يعني نسختين نسخة paperback ونسخة hardcover يعني لو كان الhardcover سيء أو ليست فيه مبيعات أو أنه مذيع للوقت لما قاموا بإنشائه أصلا إذن نحن كناشرين ذاتيين نستمدوا يعني الاستلهام من تلك الشركات الكبرى فلكن لاحظوا جيدا لو ذهبنا مثلا إلى شهر الثالث عشر من نوفمبر سنة 2021 يعني من هذه السنة سوف نرى هناك ارتفاع يعني جيد مقارنة مع بقية أيام السنة أو شهور السنة على أي حال فيمكننا أن نلاحظ هذا الارتفاع هذا الارتفاع طبعا هناك عدة تفسيرات من بينها أن في هذه المدة من السنة يعني تكون المبيعات مرتفعة هذه من جهة ومن جهة أخرى هناك إقبال يعني هناك نوع الماء إقبال فبالتالي مسألة يعني الهارتكوفر ليس مسألة اعتباطية إنما هي مسألة المدروسة سواء من أمازون نفسها يعني لو لم تكن قضية الهارتكوفر يعني مسألة مهمة وذات إقبال لما قامت أمازون أصلا بالتفكير فيها وإذا فتح على أي حال كان هذا فقط بين قوسين لكي تأخذ فكرة عامة بلغة الأرقام عن ماذا نتحدث الآن سوف نحتاج إلى موقع طبعا هو موقع خاص بأمازون لكن قبل الدخول إليه سوف أريكم طريقة يعني إضافة الهارتكوفر توجد طريقتان الطريقة الأولى وهي عن طريق الدهاب إلى موقع إلى حسابكم تقومون بفتح حسابكم ثم بوكشلف ثم تقومون بالضغط على يعني هارتكوفر تقومون بإنشاء هارتكوفر لكنني لا أنصحكم بهذه الطريقة هذه الطريقة التقليدية لكن أنا شخصيا لا أنصحكم بها فهي سوف يعني نوعا ما يعني قد يعني ليست في صالحكم من ناحية الوقت الزمن يعني أنا أريكم سوف أريكم الطريقة التي تختصر عليكم الوقت إذن كل ما سوف تقومون به هو النزول إلى يعني صفحتكم دائما نحن مازلنا في حسابنا أمازون كي دي بي بوكشلف ثم نقوم باختيار أحد الكتب سواء التي قد نشرت فعليا أو التي يعني في مرحلة المراجعة يعني سواء الكتاب كان قد نشرة أو يعني أو هو مازال في مرحلة المراجعة سوف تجدون له يعني هذا الخيار هنا create هارتكوفر تقومون بالضغط عليه إذن الخلاصة الطريقة التي يريد أن نشرحها لكم تقومون بنشر كتابكم بي بي بر باك بطريقة عادية تماما وعندما ينشر في البي بر باك تقومون بإضافة الهارتكوفر لابو ثم بعده سوف نتوجه إلى موقع كوفر كالكولاتور طبعا هذا الموقع قمت بإنشائه أمازون كي دي بي الرسمية سوف أترك لكم رابطه طبعا في أسفل الفيديو ثم نتجه بعد الخناة سوف نقوم بملئها معا لدينا هنا بإن Dink Type نقوم باختيار هارتكوفر لدينا Antre Type نقوم باختيار سواء بلاك أند وايت أو براميوم كولور نقوم باختيار بلاك أند وايت طبعا Paper Type لدينا هنا اختيارين فقط يعني Cream Paper ولدينا White Paper طبعا نحن سوف نقوم باختيار وأوراق البيضاء ثم بعد ذلك Page Tone Direction لدينا LEFT TO RIGHT و لدينا RIGHT TO LEFT طبعا بما أننا سوف نتعامل أصلا لا أعرف لماذا أضافه إن هذا الخيار لأننا أصلا نقوم بكتابة المحتوى باللغة اللاتينية سواء فرنسية إنجليزية فرنسية فهي كلها LEFT TO RIGHT لكن RIGHT TO LEFT عفوا LEFT TO RIGHT أما RIGHT TO LEFT فهي خاصة باللغة العربية بما أن اللغة العربية ليست متوفرة في أمازون كي دي بي إذا أعرف ربما هم يفكرون في المستقبل إن في المستقبل قد يدفون اللغة العربية من يدري على أي حال نحن بما أننا سوف نشغل باللغة اللاتينية سوف نختار LEFT TO RIGHT ثم بعد ذلك لدينا MASSUREMENT UNITY يعني وحدة القياس لدينا MULTIMETRES ولدينا INCHES يعني ال INCH أو الميلتيمتر يعني السنتيمتر والميليمتر وإلى آخرية طبعا أنا دائما أفضل الاشتغال بال INCH ثم بعد ذلك نأتي إلى المرحلة الأخيرة أو مقبل الأخيرة ANTERIOR TRIM SIZE لدينا خمسة مقاسات خمسة في فصلة خمسة في ثمانية فصلة خمسة إنش لدينا ستة في تسعة إنش لدينا ستة في أربعة عشرة لدينا يعني عدة مقاسات ثمانية فصل خمسة وإشترون في إحدى عشر إنش هذا أقصى ما يمكن إضافته وهذه يعني هنا فقط أفتح قوس وأقدم لكم نصيحة دائما أقصى أقصى مقاس سوف تشتغلون عليه يجب أن يكون ثمانية فصلة خمسة وعشرون في إحدى عشر إنش سواء في الكولورينج بوك سواء في أكتيفيتي بوك يعني لا تضعوا مقاسا أكبر من هذا لأن في البيبرباك يمكننا أن نضع مقاسا أكثر من هذا لكن في الهارد كوفر لا يمكننا أن نضيف مقاسا أكثر من ثمانية فصلة خمسة وعشر إنش في إحدى عشر فلهذا في البيبرباك اشتغلوا بتمانية فصلة خمسة وعشرون في إحدى عشر لماذا؟ لكي في حالة إذا أردتم أن تضيف هاتكوفر وخاصة إذا الكتاب قد حقق مبيعات فهنا لن تجدوا صعوبة في المقاس لهذا دائما اشتغلوا بهذا المقاس إذا نقوم بتحديد طبعا أنا هنا في مثالي أو في الكتاب الذي سوف أشتغل عليه سوف أضع نفس المقاس الذي وضعته في البيبرباك مثلا ستة في تسعة إنش ثم في النهاية أقوم بإدخال عدد الصفحات وليكون مثلا مئة وعشرون طبعا أقل شيء كما رأينا سابقا في البداية خمسة وسبعون إذن خمسة وعشرون بعد ذلك لدينا خيارين كالكولات ديموشيونس ولدينا دولود تيمبليت طبعا أنا سوف أقوم بالضغط على دولود تيمبليت ثم بعد ذلك أضغط مرة أخرى دولود تيمبليت وسوف أقوم بتحميل التيمبليت الخاصة بي على شكل الهارد كوفر طبعا وليس يعني البيبرباك إذن هذا هو الملف الذي قمت بتحميله عبارة عن وينرار يتكون من صورة ومن البيدي اف أنا كل ما سوف أفعله وأدهاب إلى موقع كانفا ثم أقوم بالضغط على كريايت أقوم بالضغط على الغلاف الذي قمنا بتحميله أو التيمبليت الذي قمنا بتحميله على شكل بيدي اف ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على الغلاف الذي قمنا بتحميله على كانفا إذن هذا هو الغلاف نقوم بحذف ومسح كل هذه الأشياء الموجودة في الوسط ثم نقوم بإضافة الكوفر أو الخاص بنا الخلفية نقوم بتصميم الغلاف بشكل طبيعي جدا نقوم بتصميم الغلاف بشكل طبيعي طبعا سوف يكون مثلا سوف يكون سائح على الأطراف الملونة باللون الأحمر يعني لا يوجد مشكل لكن الكتابة والعنوان يجب أن تكون فقط في المكان الأبيض يعني يجب أن لا تتجاوز الخطوط الحمراء ثم هنا في الوسط بما أنه يعني غلاف سوف يكون يعني هارتكوفر فلدينا مساحة في الوسط لا تتركوها يعني فارغة قموا بإضافة عنوانكم هنا في الوسط فهذا يعني يطفي جمالية وخاصة يعني في الإي بوكس لأن هناك من يلتب الكتب بطريقة ما في مكتبته الخشبية فمسألة العنوان الذي يكون هنا في الوسط في وسط الكتاب أو في وسط الغلاف يعني مسألة مهمة بالنسبة لهم فلا تتشهلها نقوم بتعديل على الغلاف وسوف نمر إلى كيفية ترفعه على أمازون كي ديبي مثلا هذا هو الغلاف الذي قمت بتعديل عليه طبعا فقط لكي أريكم الفكرة يعني تقومون بحذف كل شيء لكن قبل أن نحذف التيمبليت نقوم بوضع أو برسم الحدود يعني مثلا هذا العنوان أنا ضمنته مئة بالمئة أنه في الوسط أنه في الوسط وأيضا لم أضيف العنوان في وسط الغلاف لكن كما قلت لكم سابقا من الأفضل إضافته سوف أقوم بحفظ هذا الغلاف بسيغة PDF بأمر يعني بشكل طبيعي طبعا قمت بالعودة إلى Bookshelf ثم قمت بالضغط على ي封 Preet COVER و كريت جارك COVER ثم بعد ذلك قمت بالدخول إلى هذه الصفحة قمت بالنفيذة إلى الأسفل ثم ضغطت على بعد ذلك قموا بتحديد بإضافة بشكل جديد أمر عادي تقومون بالضغط على عليه ثم تقومون بتحديد ثم بعد ذلك تقومون بإدخال أو باختيار المحتوى الداخلي الخاص بكم أنتريور لنفس الطريقة التي نقوم بإدخال بها الأنتريور في البيبرباك نقوم بتطبيقها في الهارد كوفر ثم نأتي إلى مرحلة رفع الكوفر نقوم باختيار طبعا أوبرواد الكوفر ثم بعد ذلك نقوم باختيار الكوفر الذي قمنا بالتعديل عليه من خلال برنامج أو تطبيق كانفا ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على لونش برو فيور يعني الأمر بكل بساطة ثم بعد ذلك سيف أنت كونتينيو وننتقل إلى المرحلة الثالثة نقوم بإدخال التمن المناسب طبعا سوف يكون التمن مرتفع نوعا مقارنة مع البيبرباك ثم بعد ذلك سيف أنت كونتينيو وهكذا يكون الكتاب قد نشر بدون مشاكل تماما إذن كانت هذه الحلقة خاصة يعني حول موضوع الهارت كوفر يعني من الألف إلى الياء يعني كل ما يخص الهارت كوفر شكرا لكم على المشاهدة إلى اللقاء شكرا لكم على المشاهدة